للمتابعة نضم إلينا من القاهرة سيد فراس الخالد هي رئيس وفد مؤتمر القاهرة في مفاوضات جينيب سيد فراس أولا ما الذي دعا ديمستورا لهكذا تصريحات؟ هل الأوضاع الميدانية ونجاحات الحكومة هي التي فرضت على ديمستورا هذه الكلمات؟ يعني مساء الخير سيد محمد في الحقيقة أن التقدم الجغرافي للنظام أو للمعارضة هو ليس مقياس خصوصا أننا شهدنا سابقا تقدم كان المعارضة بشكل كاسح وقاربت القصر الجمهوري مقارس 7 أو 8 كم الحقيقة أن التصريحات المستورة دائما تسبق أي اجتماع لأستانا أو جينيف وتحتمل دائما تفسيرات عدة فعندما يقول مبوريش الدولي أن المعارضة اختلفت سيد فراس الآن الجيش السوري يسيطر على جميع البقاع في سوريا الآن فيما عاد إدلب وبعض الجيوب الأوضاع الميدانية اختلفت عن صبيقاتها يسيطر على ما يقارب 40% من الأراضي السورية فيها صحراء ومن يسيطر هو من يقارب 90 ألف من القوات الإيرانية ومليشيات الحزب الله ومن فضل العباس وليس الجيش النظام وليس الدولة السورية هل استمعت يا سيد فراس إلى حوار الأسد؟ بشار الأسد مع الدبلوماسيين السوريين في الخارج؟ هل استمعت إلى كلماتي؟ كانت كلمات واضحة أن المعركة تقريبا باتت واضحة ومحسومة لصالحي ألم تستمع إلى هذه الكلمات؟ دعني أستمع أنا وأنت إلى صوت الشعب السوري والذي يكونوا وقعيين في هذا الموضوع أن الانفصال عن الواقع اليوم يمثل معارضة كمين مصر الشار الأسد نفسه وسلطته الشعب السوري لم يخرج ليقول نحن نقبل بذلك أو ذلك قال صراحة أن نريد دولة المؤسسات ودولة الديمقراطية والعدالة والمساواة فهذا الأمر ليس بيد لا المعارضة ولا بشار الأسد أن يحسمه والمعركة في سوريا ليست عسكرية ولا يمكن أن تكون حسمها عسكريا لن يكون سوى حسم سياسي لأن الأرض لن تهدأ هل اجتمعتم بعد لقاءة الرياضية سيد فراس؟ أو على الأقل ببناء دولة بعد اجتماعات السعودية هل اجتمعتم في وفد موحد؟ هناك نقاش تقني حصل في الرياض هذا النقاش التقني الطابع كما قلت سابقا على شاشتكم يحمل في طياته كل المخاوف الموجودة والمحاذير والأطرحات الموجودة لدى المعارضة وأسباب أن يرفضها هذا الفريق أو هذا الفريق وهذا النقاش طبعا ليس من المستحيل أن يتم إنتاج وفد واحد من لقاء واحد بين المعارضة هذا مجرد جرعة أمل زائدة كانت ضخها عبر الإعلام إذن كيف ستدخلون في جينيف وفي أستانة سيد فراس؟ كيف ستدخلون؟ ما هي أوراق المعارضة في التفاوض الآن؟ أولا في أستانة ليس هناك لأي سوري رأي لا نظام ولا معارضة الاتفاق يحصل في أستانة بين الدول أما بالنسبة لجينيف فهذه الشماعة تضع على ليعلق عليها يعني أنا أستغرب أن يقال أن يتمتع نظام بالواقعية وأن المعارضة اليوم حتى اللحظة هي السلطة الحاكمة في دمشق التي ترفض الخرطة العملية السياسية يعني ويصر على الحل العسكري فأنا أستغرب هذا الطرح أو هذا السؤال خصوصا أن المعارضة الأساسية وواضح للعيان يعني الواقعية السياسية تطلب من النظام والأمم المتحدة التقصير الأمم الاجتماع الدولي واضح تقصير الأمم المتحدة واضح غياب المنظومة الدولية واضحة وغياب السلطة في دمشق واضح وانفصال العالم كله اليوم واضح سيد محمد هناك مشاريع اليوم على الأرض أكبر من المعارضة وأكبر من أي سوريا موجودة الأرض للأسف تلعب فيها محاور دولية وأقليمية تسعى إلى استمرار السراع وتحويله من سراع دائم إلى سراع مستمر نأمل أن نستطيع تسجيل خرق في الاستمرار ونقوم بعرقلت هذه العجلة عبر انخراف العملية السياسية نأمل أن نتحلل جميع بالواقعية السياسية نأمل أن نكون جميع بين عينيه سوريا وليس شيء آخر أشكرك جزيلاً ضيفي من القاهرة سيد فراس الخالدي رئيس وفد مؤتمر القاهرة في مفاوضات جينيف أشكرك جزيلاً على ما تفضلت به اشتركوا في القناة